الساعة 11.30 لم يصدر قرار من جانب مركز التسوية والتحكيم بخصوص شيكابالا حتى الآن بقى لهم ساعات طويلة في جلسات انعقاد السادة المستشارين فيما يخص قضية شيكابالا وقضايا أخرى وصلت لـ 15 قضية وده السبب في تعطيل اتخاذ القرارات حتى الآن أو تأخير اتخاذ القرارات بحسب ما تواصلنا مع الأستاذ كمال شعيب محامي شيكابالا اعتراضا على العقوبة بتاعة اتحاد الكرة اللي أوقفت اللاعب لمدة ثمانية مباريات تنتهي بنهاية شهر ديسمبر المقبل فقال لنا أنه حتى الآن لم يصدر أي قرار وبناء على كده فهو بيحترم أو احتراما لأنه متواجد داخل المركز دلوقتي مركز التسوية التابع لللجنة الأولمبية فلا يفضل أنه يتحدث إعلاميا حاليا لكن ما أكده أن لا قرار قد صدر بخصوص شيكابالا قد يكون هناك تفاؤل بتقليص العقوبة وإنتوا عارفين طبعا أن العقوبة إذا قلصت المفروض اتحاد الكرة يطبقها لكن اتحاد الكرة لم يطبق من قبل عدة قرارات صدرت من جانب المحكمة دي والمهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية قال قبل كده معنا لما سألنا عن شيكابالا قال أن هي غير ملزمة رغم أن فيه بند في الليحة بتاعة اتحاد الكرة بيقول أن هي ملزمة لكن كده قرار قبل كده طلع من المحكمة لم يلتزم باتحاد الكرة أيما كان فحتى الآن لم يصدر قرار بخصوص شيكابالا فيه 14 قضية تانية كلهم فصل في طعون مرشحين ضد مرشحين آخرين ومرشحين استبعدوا من انتخابات في الأندية قدموا طعون فمستنين قرار مركز التسوية علشان يرجعهم للانتخابات وبالتالي فيه زحمة قضايا موجودة جوه المركز النهاردة ده اللي مؤخر حتى الآن إصدار العقوبة فيما يخص شيكابالا وقضايا أخرى لم يعلن أو يتخذ فيها قرار حتى الآن وده وفقا للدكتور كمال شعيب محامي شيكابالا قائد نادي الزملك